خديث عن صراع الدوري السعودي معنا من جد الصحف الرياضي أستاذ أحمد الشمران محمد مساء الخير أهلا وسهلا حياك الله حازم التحية لك والزميلين العزيزين زميل علي والزميلة تغريد وكنت مستمتع للفقرة السابقة حقيقة وحمسوني أن أبحث عن الصندوق الأسود لأطلع على كثير من الأسرار هذه بغالا حلقة خاصة يا أبو محمد بعدما تجد الصندوق الأسود في حياتك تطلع معنا ضيف وتتكلم عن هذا الشيء يشرفني الله يسعدك نعود رياضيا معك أبو محمد خليني أخذك لآخر مباراة الهلال والفيحاء الهلال والفيحاء تعادل بلا أهداف الهلال يستمر في مسلسلة تعادلات الجمهور الهلال يحمل جارديم المدرب هذا التعادل رأيك الهلال حقيقة إلى الآن ما خرج من أفراح من أفراحه الآسوية بطولة الآسية لا شك أنه منجز وطني كبير ومنجز هلالي أيضا غير مستغرب قفز بها الدوري السعودي للأولوية على مستوى القارة لكن المشكلة اليوم من الهلال ما اعتدنا منه مثلا الهزيمة أصلا تكبله فما بالك عندما يكون أيضا منتصر لكن لاحظوا الآن أن الهلال مازال يعيش الفرحة وبالتالي أعتقد أنها أثرت على داعي جارديم حقيقة هو جزء من المسؤولية وليس كل المسؤولية في بعض المباريات كان الهلال يكسبها بشخصية وفي كثير من المباريات كان الهلال يكسبها أيضا من خلال أداء بعض اللاعبين الفردي من كثير من المباريات لم يكن فيها الهلال جيد لكن في النهاية يخطف ثلاث نقاط لكن المبارتين الماضيتين وآخرها مسمع الفرحة كان هناك استحواذ لا شك هلالي لكن للأسف استحواذ سلبي بمعنى أن هناك توصل للمرمى لكن لا يوجد هناك نتيجة قوميز حقيقة وانخفاض مستواء أو تراجع مستواء لأي سبب أو لأخر بحكم عامل السن ربما أثر كثير لكن اليوم أيضا نشاهد وهذه نقطة ربما أو رسالة للأندي الأخرى تتخيل أن تقارديم اللي يحقق للهلال منجز آسوي في مبارتين الآن وبتعادلين الهلالين ما هم راضين عنه ويطالبون بضرورة النظر في مسيرته مع الفريق فهذه أيضا لا شك أنها ثقافة هلالية في كثير من الفرق تتمسك بالمدربين حتى لو كان المدرب هذا هو المشكلة كلها وليس جزء منها كما هو قارديم أنت مع أن الخسارة يتحملها أكثر من طرف ليس المدرب وحده حقيقة المدرب متى يتحمل الخسارة عندما يكون هناك مثلا مباراة ويغتكف فيها بعض الأخطاء لكن اليوم اللي أرى أن دور المدرب في هذه المباريات تحديدا لا يتجاوز الثلاثين العشرين في المئة الهلال يملك شخصية البطل الهلال يملك نجوم أيضا المنطقة بالسعودي الهلال يملك أيضا كارزمة في كثير من المباريات كما ذكرته المكسب لكن لابد أن نشير أيضا أن هذه أيضا أحدها مكتسبات الدولي السعودي بطل آسيا يتعثر في مبارتين فهذه دليل مؤشر ما عندنا هناك فرق السطوة التي تقدر تكسب بشخصيتها الفعحة الفعحة قادمة من دوري الدرجة الأولى لكن بهذه النتائج هو الوحيد الذي هزم المتصدر للاتحاد في أول جولة هو اليوم الآن في المركز الخامس فهذا أيضا مؤشر يعطينا دلالة أن الدولي السعودي مختلف وخاصة هذا العام ترجمة نانسي قنقر